دخلت خطوط أنبيب الطاقة على خط المواجهة في إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر وذلك في تصعيد جديد للمواجهة بين موسكو والغرب المزيد في سياق العرض التالي مع الزميل يوسف عبدين مرحبا بكم في تصعيد جديد للمواجهة بين روسيا والغرب تدخل خطوط أنبيب الطاقة على خط الأزمة في إطار تداعيات الحرب الأوكرانية والمستمرة منذ سبعة أشهر البداية حدثت عندما قلصت شركة جاز بروم الروسية تدفقات خط الغاز نوردستريم واحد في يونيو الماضي بسبب مشاكل فنية تتعلق بالمعدات قبل أن توقف الإمدادات تماما توقف خط الغاز الذي كان يمثل 40% من تدفقات الغاز الروسي لأوروبا قابله غضب واتهام أوروبي باستغلال موسكو الغاز كسلاح في مواجهة الغرب فيما عازت موسكو الانقطاع في خط نوردستريم واحد إلى العقوبات الغربية التي تسببت في أضرار بالبنية التحتية الروسية وفي نهاية سبتمبر الماضي أعلنت الدنمارك والسويد رصد تسريبين للغاز بخطي أنابيب نوردستريم واحد الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق وفي خط نوردستريم اثنين وحددت إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية والأخرى في المنطقة التابعة للسويد هذان الخطان ليس في الخدمة بسبب الحرب في أوكرانيا إلا أنهما يحتويان على غاز ما أثار الشكوكا حول عمليات تخريبية طالتهما خط آخر لا يقل أهمية عن خطي نوردستريم واحد واثنين وهو خط أنابيب دروكبا النفطي والذي يعني اسمه باللغة الروسية الصداقة حيث تعرض هو الآخر لحادث تسريب ورجحت بولندا أن يكون سببه حادث عارض يعد خط أنابيب دروكبا النفطي أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم حيث يزود معظم دول أوروبا الوسطى بالنفط الروسي بما في ذلك ألمانيا وبولندا وبلاروسيا والماجر وسلوفاكيا والتيشيك والنمسا ومع دخول خطوط أنابيب الطاقة خط المواجهة بدأت تأن دول الاتحاد الأوروبي من الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة جراء ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع تضخم لمستويات قياسية مما ينذر بحدوث أزمة حدى خلال الشتاء القادم قد تجبر الحكومات الأوروبية على انفق المليارات لتخفيف العب عن المواطنين